موسيقى متابعي إذاعة إيرن الدولية من باريس أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث وحلقة اليوم مستمعية الكرام ومشاهدية الكرام سيكون محورها الأوضاع السودانية كما نعلم جميعا أن السودان تتأثر به إيرتريا سلبا وإيجابا في كل أحداثه ومعطياته السياسية سواء كانت على الصعيد الداخلي أو الخارجي لا سيما وأن السودان يعتبر هو الحديقة الخلفية للشعب الإيرتري وأن هناك عدد كبير من الجالية الإيرترية يعيشوا في السودان وبلا شك أن هذه الحرب أيضا قد ألقت بظلالها على معيشة أولئك اللاجئين والإيرتريين المدتواجدين في السودان يصعدنا في حلقة اليوم مستمعية الكرام ومشاهدية الكرام أن يكون معنا الكاتب والصحفي والباحث والإعلام الإيرتري والدبلوماسي السابق أيضا السيد فتحي عثمان وفتحي عثمان ليس بشخص غريب على إذاعة إيرن الدولية في باريس حيث أنه كان ذات يوم يجلس في ذات المكان الذي أجلس فيه ويحاور الضيوف ويقدم البرامج فهو مفتتح القسم العربي في إذاعة إيرن الدولية أو مفتتح مؤسس القسم العربي مع الأقوة في إذاعة إيرن الدولية في باريس سيد فتح عثمان أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة ويسعدني أن أشكرك باسمي وباسم الفريق العامل في إذاعة إيرن الدولية وأيضا باسم المشاهدين والمستمعين لاستجابتك لهذه الدعوة وتلبيتك لها ونحن سعداء باستضافتك في حلقة اليوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأستاذ إبريس خليفة أبو هاشم والتحية لك أولاً والتحية لكل الفريق العامل في إذاعة إيرن إضافة إلى المستمعين والمتابعين لبرامجك وأتمنى أن تكون الحلقة مفيدة للمستمعين بما هو جديد حول ما يتعلق بالوضع في السودان وتأثيره على إيرتريا وكذا جميل شكراً لأستاذ فتحي أستاذ فتحي كما تعلم ويعلم الجميع أن الحرب في السودان الآن دخلت تقريباً في نهايات الشهر العاشر بما أننا نستطيع أن نقول أننا في ختام عامها الأول وأذكر حينما بدت هذه الحرب يعني الفاعلين الدوليين بما فيهم الأمم المتحدة وأمريكا وأيضاً المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان قالوا أنه لا يمكن لأحد طرفي الصراع أن يحسم هذا الصراع عسكرياً ويبدو لأن هذه المقولة أصبحت الآن يعني تتجسد على أرض الواقع ونحن نقترب من نهاية العام الأول لهذه الحرب والتي نأمل ونرجو أن تنتهي سريعاً وأن يعم السلام أرجاء السودان الحبيب أستاذ فتحي بإمكانك أنت رجل متابع أستاذ فتحي باعتبار أنك رجل متابع للأحداث في المنطقة ورجل مطلع وهذا اقتصاصك نريد في بداية هذه الحلقة أن تعطينا بانوراما أو إضاءة حول إلى أين تتجه الأوضاع في السودان سواء كانت سياسية أو عسكرية أو حتى إنسانياً ليكون ذلك مدخلنا في هذا الحوار أو هذا اللقاء شكراً جزيلاً أستاذ أبو هاشم في البداية نبدأ من النقطة التي ذكرتها حول أن مراغبين ومؤسسات دولية أشارت إلى أن النزاع في السودان لا يمكن حله عسكرياً ما مدى صحت ما مدى صدقية هذه المقولة وماذا ما هو تأثيرها على الواقع خاصة وأن الحرب الآن يعني تكاد تشارف على دخول العام الثاني في البداية أشير إلى أن هذه التصريحات عادة صدرت من جهات ليست علامية مؤسسات كالأمم المتحدة لها أجهزة في السودان برنامج الغذاء العالمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان إضافة إلى سفارة الولايات المتحدة والمجموعة الرباعية الدولية التي تضم النورويج وإنجلترا والولايات المتحدة وأيضاً الإيقاد والاتحاد الأفريقي كانت هناك إشارات على أن هذه الحرب لا يمكن حسمها عسكرياً هناك جانبين لهذا التصريح الجانب الأول هو الجانب السياسي الجانب السياسي عندما يشير إلى أنه لا يمكن حل الحرب عسكرياً يحاول تغليب التفاوض على العملية الحسمة العسكري هناك جانب آخر هو الجانب العسكري والجانب العسكري مبني على معاشرات واقعية عندما أقول معاشرات واقعية أي بالتحديد على دراسات عسكرية استخبارية تشير إلى قدرة كل من الطرفين العسكرية في التفوق وحسم السراع هذا يشمل القدرات المادية للطرفين السراع القدرات النارية أي الأسلحة المتوفرة لكل من الطرفين يشمل كذلك الروح المعنوية يشمل أيضاً الموارد الإمداد الإمدادات بصورة عامة إضافة إلى الموارد المالية نفسها وأخيراً يضاف لهذه الموارد السياسية أي الدعم الذي يجده كل طرف في هذه الحرب الدعم الذي يجده الجيش السوداني بالأساس مرتبط بشرعية أنه هو الجيش الرسمي للدولة الشرعية التي تحاول وقت الدعم السريع على استناد إليها هي أنها شريك بموافقة الجيش السوداني وطرف ليس موازي للقوات المسلحة كما صرح بذلك الجيش نفسه وقادة الدعم السريع بل أنها هي بتصريحات حتى قائد نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية أنها قوات من رحم الجيش وتعبير من رحم الجيش كان سائد وشايع جدا ليثبت أن هذه القوات لم تكن قوات منفصلة عن الجيش السوداني ولكن حقيقة الأمر أنها إداريا ومواردا وتوجها وعقيدة عسكرية تختلف تماما الاختلاف وهذا ما أثبته واقع الحرب إذن غدم قدرة الطرفين على حسم هذه الحرب يجب أن يقاس أيضا زمنيا هذه التصريحات صدرت تقريبا بعد الحرب بحوالي ثلاثة أشهر بالتحديد مثلا وبدأت تتصاعد الآن مضى عليها تقريبا شهور كثيرة وأثبت الطرفان أنهم ليسا قادرين على أن يحسم الطرف أي منهما الحرب بصورة نهائية بالذات على الجانب العسكري على الصعيد العسكري وبعد ذلك يلي ذلك هو جانب فرض الأجندة السياسية بعد التفاوغ العسكري وهذا لا يبدو واردا حتى الآن إذن نستطيع القول أن عبارة أن أي من الطرفين ليس قادرا على حسم الحرب هذه عبارة أثبتها طول الحرب والمدى الذي أخذته بالتوسع الإغليمي في غرب السودان إلى وسط السودان وخاصة في العاصمة القرطوم وأطرافه إذن يعني ويبدو لأن الآن واضحا أنه لا زال الحسم العسكري بعيد البعض خاصة في الجيش السوداني يعتبر أن هذه المقولة الهدف منها يعني إضعاف الروحة المعنوية للجيش والتقليل من مهمة العسكرية التي يقوم بها في محاولة القضاء على الدعم السريع ولكن حتى داخل الشعب السوداني هناك قطع كبير يدعو إلى وقف الحرب بناء على ماذا بناء على المؤشر أنه هذه حرب لا يمكن حسمها عن طريق العمل العسكري إذن نحن أمام إثبات زمني ومعطيات الواقع كلها تشير على أنه هذه الحرب يعني لا يمكن حسمها بهذا الشكل وبالتالي إذن لا بد من اللجوء أو النظر إلى المسار الآخر الذي هو مسار المفاوضات لإنهاء هذه الحرب هذا يقود نسات فتحي إلى نحن تابعنا في الأيام الماضية الآلية الرفيعة المستوى والآلية الإفريقية التي أنشأها الاتحاد الإفريقي لمتابعة الأوضاع في السودان زارت السودان والتقط بالبرهان يوم الأحد في برسودان ودعت هذه الآلية إلى أنه لا بد أن تقف هذه الحرب في السودان لكن ما لفت نظر الجميع في هذه الآلية هو قبول السودان ولو ضمنا التعامل مع الاتحاد الإفريقي بعد أن كان له موقف متصلب ولا سيما بعد الزيارات التي قام بها قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقل حميد إلى دول إفريقية والتي اعتبرتها السودان أنها تمس الكرامة السودانية وأن هذه الدول تتعامل مع ماليشيات مارقة حسب تعبير المجلس السيادي لكن تعامل السودان الافريقية رفعة المستوى وثقته فيها كما قال البرهان في أنها تطرح علول ممكن أن يقبل بها السودان لكن شريطة أن يتبع ذلك موافقة الاتحاد الافريقي على إزالة تعليق عضوية السودان المجمدة من 25 من أكتوبر 2021 هل هذا السيد فتحي يعتبر الآن عبارة عن نقطة بيضاء أو ضوف في نهاية النفق بأن السودان أو المجلس العسكري ربما يكون أكثر انفتاحا في المرحلة القادمة على المفاوضات لا سيمة أنه يعني يشترط شروطا يتمسك بها منذ أن اندلعت هذه الحرب وهي شروط لا يستطيع بما لا يقل لا يستطيع إنما لا يقبل بها الدعم السريع وهي الخروج من بيوت المواطنين كما يقول الجيش وكذلك الخروج من المباني العامة والمدن إلى الخارج فهل الآن نستطيع أن نقول أن الجيش السوداني وعذرا على إطارة السؤال يتجه إلى القبول بالمفاوضات في إطار أو في مسارات أخرى غير مفاوضات جدا مثلا هناك عادة مناورات تسبق كل محاولات للوصول إلى تفاوض هذه المناورات تشمل أنه يقوم كل طرف بتهيئة الرعي العام العالمي بمتطلباته ورغبة في الدخول في التفاوض إضافة إلى شروط المعلنة أو الضمنية في حال قيام هذه هناك دوما مشكلة دبلوماسية مرتبطة بالتفاوض وهي خاصة التفاوض الذي يدور أثناء أو بعد الحروب أو المواجهات العسكرية خاصة في حالة أن يكون طرفان نزاع أحدهما جهة شرعية التي هي حكومة والجهة المقابلة عبارة عن تمرد أو قوات مناوية هنا في العادة الحكومات تحاول أن تنأى عن مطب من المطبات الكبيرة وهو دبلوماسي في الأساس أننا يجب أن لا نوضع تحت قدم المساواة يجب أن لا نقوم متساويين لأن هذه الحرب أساسا قائمة على أساس عدم المساواة يعني إذا وقع الأمر بشكله صحيح الاعتبار أنه الحكومة تقول أننا نحن الحكومة الشرعية للسودان بينما هذه جهة متمردة وإرهابية وكذا وعادة هذه كل محاولات التفاوض في كل دول العالم بين المجموعات المناوعة للسلطة تأخذ هذا المنح لكن هو في الأخير من ناحية عملية يدرك الدبلوماسيون القائمون على تمهيد إجراءات التفاوض أنه عبارة عن شحن مقدم ولكن في الأخير يجب علينا وضع الطرفين على قدم المساواة على الأقل من الناحية الدبلوماسية من أجل وضعهم إلى طاولة التفاوض واحدة لذلك افتراض أن هناك نوع من المساواة وأن هناك نوع من المبدية وفي هذا أذكر أنه عندما كانت الحرب بين الشيشان وروسيا في التسعينات طلب الرئيس الروسي السابق بوريس ييلتسن من الرئيس قديروف رئيس الشيشان أن تكون هناك جولة من التفاوض بينهما وحدث أن في أثناء جولة التفاوض أن جلس الرئيس الروسي على رأس الطاولة وترك الرئيس الشيشاني يجلس على يمينه فرفض الرئيس الشيشاني قال له لا لماذا تجلس إلى رأس الطاولة إذا كان نحن نتفاوض كأنداد يجب أن تجلس أمامي فاعترض الوفد الروسي وهاجو ماجو كيف يضع الرئيس الروسي يعني في مساواة الرئيس الشيشاني نعم لكن في الأخير اضطر الرئيس الروسي القبول بأن يجلس وجهاً لوجه هذه واحدة يمكن تعبر عنها هذه المسألة سواء كان الإجراء شكلي أو حقيقي أنه الطرفين دائما دوما يعني بالذات الطرف الذي يعتمد الشرعية الرسمية كسلطة حكومية أنه يحاول التقليل وهذا بالطبع ما حدث في المطالب الجيش السودان بأن حميدتي المفروض يجب أن لا يعامل معاملة شخصية رسمية وكذا ونحن لا نجلس إليه ولكن هذا يظل في الأخير كما ذكرت في مقدمة كلامي ضمن المحاولات المناورات وفرض شروط لكن في المحتوى الحقيقي أصلاً الطرفين جلساء إلى بعضهما بعضاً في محادثات جدة ويعتبر أنه هذا أسس لإمكانية لقيام تفاوض آخر تحت إشراف الاتحاد الأفريق نعم وهذا ما يؤكد أيضاً أحدى شروط التي وضعها الدعم السريع في ذات مرة أنه قال أن أحمد تي لن يقابل البرهان باعتباره رئيساً للمجلس السيادي وإنما باعتباره رئيساً أو قائداً للجيش السوداني فالندية موجودة في كل الطرفين يبدون في هذا الاتجاه جميل أستاذ فتحي طبعاً الأنظار كلها تتجه إلى الحلول المدنية وربما التقدمات التي يعني صاحبت الفترة الماضية بالنسبة للدعم السريع يعني جعلت الناس تعيش في توجس وهواجس من أن يمتد أكثر في المناطق أو في المدنة السودانية أو في الجغرافية السودانية وبالتالي يعني فرض السيطرة وأيضاً فرض الشروط لكن يبدو لي أن ما قاله البرهان بالنسبة للآلية الربعية رفيعة المستوى وما كان يردده المجلس السيادي أو الجانب الحكومة الشرعية في السودان بأن منبر جدة التفاوض هو الأساس وأن أي تفاوضات أخرى ينبغي أن تكون منطلقة من المبادئ الأساسية لهذا التفاوض قبل فترة لاحظنا عندما سافرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي إلى ديس أوبا والتقت أيضاً ببعض المكونات المدنية السودانية وحينها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن ينبغي أن تقف الحرب وينبغي أن يكون هناك تفاوض هل هذا التصرف لهذا الاجتماعات التي حضرتها نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية بالإضافة للمبعوث الخاص لمنطقة القرن الإفريقي مايك همر وأيضاً السفير الأمريكي في القرطوم والتقاهم ببعض المدنيين هل هذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تنشط أو يعتقد أنها تريد أن تنشط في مسار آخر غير مسار مفاوضات جداً مثلاً أو أن يكون لها دور مغاير للدور الذي لعبته والولايات المتحدة الأمريكية وكانت تلعبه مع السعودية في حل حلت أو في جمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات أو أن هذه النية ربما هي نعم المناورة فضل صفتح في في يؤقع الأمر أن جولات التفاوض يعني يجب النظر إليها دوماً أو الدعوة إلى التفاوض يجب النظر إليها بتأثير القوة الداعية إلى التفاوض وقوتها وقوتها هنا تتمثل ليس في قوتها الدبلوماسية فقط بل القوة الفعلية قدرتها على فرض رأيها ليس فقط على طرفية النزاع بل على الأطراف الداعمة لأطرافية النزاع فإذا نظرنا إلى الاتحاد الأفريقي نجد أن الاتحاد الأفريقي يعني يعتمد على مبادرات دبلوماسية بالأساس يعني لا يعتمد على سياسة الجزرة والعصى لأن هذه الإمكانية ليست متوفرة إليه وكذلك بالنسبة للإيقات ليست متوفرة بالشكل الحاسم بحيث إنه إذا رفض أحد طرفي النزاع الجلوس إلى التفاوض والقبول بفكرة التفاوض ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض عليه تفرض عليه في الغالب تكون عقوبات دبلوماسية الولايات المتحدة لديها الموارد الكافية لأن تضغط على طرفي الصراع ليس فقط هما وبل على الأطراف الداعمة لهما ونحن نعرف من هي الأطراف التي تقف وراء كل طرف من طرفي النزاع الاعتبار أنه أي تفاوض بين هذين الطرفين يجب أن يتم ليس على مستواهما فقط يجب أن يتم أولا على مستوى الأطراف اللي غليهم يجب أن تكون هناك عواصم يجب الرجوع إليها الغاهرة واحدة من هذه العواصم أديس أبابا واحدة من هذه العواصم الرياض واحدة من هذه العواصم أبوظبي أيضا هذه العواصم فاعلة ومهمة في التواصل لوضع التصور عام لما يجب أن يمارس من ضغوط على طرفية السراعة من أجل الوصول إلى حل سلمي بالإضافة إلى أن يجب يضح أن كيفية تقسيم هذا الحل السلمي عوائد وفوائد يعني هناك من لا يريد أن تكون الأوضاع في السودان مستغرغة يعني لها سباب محددة لكن يجب يغنع بعض الأطراف أن عدم استغرار السودان ليس هو المكسب ليس فقط لشعب السوداني بل للمنطقة كلها إذن قبل الدخول في عملية تفاوض حقيقي مؤسس يجب أول التشاور مع الشركاء ووضع التصور عام لما يجب أن يكون عليه السلام في السودان ومن هو المستفيد حقيقة من هذا وهذه عملية كبيرة على اعتبار أنه هناك نقطة أنا يعني أشير لها وأشرت لها من قبل سواء كان كتابة أو في إحدى المقابلات التلفزيونية وأن الحرب في السودان يمكن لا زالت لا زالت فيما أرى وأحسب أنها يمكن السيطرة عليها إلا في حالتين والحالتين الآن يعني تشاهدان للأسف الأولى هي تسليح الشعب تسليح الشعب وتوكيل أمر الدفاع عن نفسه له بشكل مباشر هذا ينقل الحرب من حرب بين طرفين مسلحين سواء كانت حكومة أو جهة مناوية لها إلى حرب أهلية أي أن كل شخص يحق له حملة سلاح من أجل الدفاع عن نفسه هذه الحرب إذا دخلت في هذه المرحلة فهي سوف خرج عن طاقة السيطرة ولن ينفع التفاوض فيها واحد اثنين توسع الحرب إلى مناطق زاد حساسية بالنسبة لبعض دول الجوار قد يدفع هذه الدول إلى التدخل فيها إيرتريا مثال يسوبيا مثال آخر وربما مصر مثال ثالث هذين الأمرين الحرب الأهلية والتدخل الخارجي يجعل هذه الحرب خارج طائلة السيطرة وهذا الأسف ما تسير إليه الأوضاع الآن نعم أستاذ فتحي أشرت الآن إلى نقطة مهمة جدا وهي نقطة تمدد الصراع وأيضا نقطة التأثير من دول الجوار أو وصول الحرب إلى مناطق ذات حساسية بالنسبة لدول الجوار هذا يقودنا سيد فتحي إلى سؤال مهم جدا ولا سيما بعد أن تداولت بعد وسائل العلام في الفترة الماضية بوجود معسكرات تدريب للقوات المسلحة التابعة لبعض الحركات السودانية في الداخل الإيرتري أنا كما أسلفت في بداية البرنامج وقلت أن إيرتريا تتأثر بهذه الحرب سلبا وإيجابا أو تتأثر بالأوضاع في السودان إلى أي مدى تكون هذه المعسكرات إن صحت العبارة وإن كان هذا الكلام يعني صحيحا وقد أكدته بعد تلك الحركات بأن لها معسكرات داخل الإيرتريا وأنها تدرب قواتها وأنها أيضا ستضيف عددا من القوات أو من داخل السودان أو عدد من المتطوعين لتلقي التدريب العسكري في إيرتريا السؤال الذي يطرح نفسه سيد فتح في هذه الحالة أولا ألا تعتبر هذه الخطوة بداية لتدويل الصراع في السودان الشيء الثاني ألا تعتبر هذه الخطوة مصدر أو مكمل خطر بالنسبة لإيرتريا في الوقت الحالي لا سيما إذا حصلت إذا كانت هناك سيول أمنية في المناطق الحدودية وتقدمت لا سبحان الله أو انتدت الحرب إلى شرق السودان ونحن نعرف أن إيرتريا من قبل يعني في حرب التسعينات مع حكومة البشير أو جافة المؤتمر الوطني أو الإنقاذ دخلت إلى داخل إلى العمق السوداني ونفذت عمليات ضد مجموعات أو من ترى أنهم يمثلون قطرا على النظام الإيرتريا فألا تمثل هذه القطوة أولا القطورة على إيرتريا سواء كان من اندفاع تلك الحركات للثأر من إيرتريا عطفا على الدور الذي تقوم به في مساعدة الطرف معين أو أيضا أنها يؤدي ذلك إلى تغلق الأمن الإيرتريا أو النظام الإيرتريا إلى داخل العمق السوداني وتنفيذ عمليات يرى أنها مناسبة أو أنها تقتص أو أنها تنفذها ضد جهات ترى أنها تمثل قطورة عليها تدريب تدريب الحكومة الإيرتريا لقوات سودانية من شرق وغرب السودان هو سر مفتوح أو سر معلن كما يقال مكشوف إيرتريا منذ عام 2002 كانت ولا زالت تدريب مجموعات من شرق السودان داخل إيرتريا وبإقرار من هذه المجموعات يعني ربما كان هناك في تسجيل آخير لداود الأمين أو الأمين داود يقول فيه أنه نحن نتلقى تدريبات في إيرتريا وهذه التدريبات الهدف منها إعداد قواتنا لما يمكن أن يحدث وكذا ولكن نحن نعرف يعني سواء كنا يعني كنا موجودين في إيرتريا في التسعينات وفي مطلع الألفين أن هذه القوات موجودة يعني المؤتمر المؤتمر البجا هناك أيضا الأوسود الحرة الممثلة للرشايدة وهذه يعني تتباهى بعلاقاتها مع الحكومة الإيرتريا وهي علاقات يعني مميزة وتشمل يعني عذرا على المقاطعة سيد فتحي ولكنها لم تكن ذات تأثير قوي بالنسبة للمشهد في شرق السودان أو في السودان باعتبار أن الدولة كانت دولة متماسكة وجيش كان جيش مع ظهيره أو مع من يسانده كان يعتبر قويا الآن الوضع في السودان هش وهذه القوات يعني ممكن أن تستغل هذه العشاشة لا سيما وأن هنالك وضع متوتر بين أريتريا وأثيوبيا فهذا ما يميز يبدو للفترة المرحلة الحالية عن مرحلة التسعينات لا 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 أتفق مع هذه الرؤية لماذا؟ لأنه بالعكس الخطورة كانت موجودة يعني ووصول هذه القوات لها مشكوريب مثلا بدعم من الجيش الأريتري وتحديد إلى كسلة واستيلاء بعض المناطق الحساسة وتدمير الحاميات الحدودية كان شيء يعني بالمقائس العسكرية متقدم جدا وحتى الآن لم يشاهد مثله إلى اليوم رغم تفقق الوضع الأمن في السودان لكن يجب النظر إلى هذا باعتبار أنه أريتريا تحتفظ بهذه القوات كخميرة عاكننا كما يقال يعني نحن نمسك السودان من يده التي توجعه لنا قوات وأحيي لك إلى تصريح للسياسة لريتري الراحل الأمين محمد سعيد في إحدى تصريحاته النارية طبعا التي يعرف بها في أسمر وأذكر أنه استمعت لهذا التصريح قال أن البشير يهددنا بزعزعة الأمن في إريتريا ونحن نقول له أننا بإمكاننا نحل شرق السودان إلى الجحيم هذا التصريح في إشارة واضحة إلى أننا نملك كروض ضغط على السودان تمام ومستعدين لاستخدامها في أي وقت إذن خميرة العطنن هذه متوفرة منذ التسعينات وإلى الآن وحسب المقتضى ليستخدمها السياسة أو فورقي حسب ما تقتضي به الظروف والفعالية طبعا إذا تم استخدامها الآن ربما تكون الفعالية أكبر ولكن فعاليتها في تلك الفترة كانت منظورة وملموسة وتهديدة إلى الأمن القوم السوداني كان واضح ويعني ملموس إذن هذه القوات وفيها قوات من غرب السودان أيضا موجودة ولو رجعنا بالتصريح لو رجعنا إلى الوراء قليلا في زيارة الأخيرة لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني كان هناك تصريح يحمل دلالات كثيرة أن إيرتريا الطرف يعني مهم جدا ومساند للسودان ووحدته ويمكن استشفاف معنى أن إيرتريا يمكن أن تقف إلى جانب الجيش السوداني فيما يواجهه من حرب نعم أذكر ذلك وأنه قال أن إيرتريا لن تقبل بأن تمتد الحرب إلى حدودها أو إلى شرق السودان إلى تقوم الحدود الإيرتريا السودانية هذا بمعنى أو كانت إشارة ضمنية أو تلويح بتدخل إيرتري لإيقاف تمدد الحرب إلى شرق السودان هذا ما دفع للسؤال الذي يقول هل سيكون هناك تدويل لهذه الحرب أو هذا يعتبر يعني تحذير أو تنديد أو تخويف بتدويل الأزمة السودانية دعني أحيي لك إلى تقرير صدرة في هذه الأيام الأخيرة من مركز دراسات استراتيجية في تركيا حول القرن الأفريق والدول العربية تقريباً تحت عنوان التقرير الاستراتيجي العربي وهذا يصدر مركز دراسات هذا التقرير يقول أن مصر أخطأت بعدم تدخلها في السودان في أول يوم من أيام الحق هناك طبعاً هذا تقرير استراتيجي عده ومجموعة من الخبراء يحمل وجهة نظرهم وقد تحمل وجهة النظر هذه الصحة والخطأ لكن حسابات التدخل في أي نظام في دولة مجاورة حسابات معقدة يعني ليس فقط يعني المصريين أول قيادة في مصر بالتأكيد وضعت خيار أنها هي تكون وحددت شكل أن تكون لها يد في هذا الصراع وربما كانت الهجمة التي قام بها قامت باقوات الدعم السريع نحو مطار الدعم موجهة إلى التدخل المصري في هذه الحرب وكذا بشكل مباشر لكن هناك ضربة ربما كانت ضربة استباقية حتى لا يستخدم كما كان يقال وقتها أن هذه القوات أو أن هذه القوات ستشارك في الضربة العسكرية ضد مواقع الدعم السريع في حال نشوب الحرب في السودان هذا ما حدث فعلا آخر اجتماع بين البرهان وحمدتي في سوبا في إحدى ليالي رمضان قبل الحرب بأيام كان الشرط الأساسي أو الطلب الأساسي من الطرفين أن الجيش طلب من قوات الدعم السريع أن تخلي قواتها أو تخرجها من قواتها بالذات القوات الثقيلة أو المدفعية الثقيلة تخرجها من الخرطوم إلى خارج العاصمة من الخرطوم إلى أطراف العاصمة مقابل هذا طلب حمدتي أن يتم أخلاق قاعدة مطار الدامر من الطيران المصري لماذا؟ لأنه خلاص يعني الأمور كانت تشير في أنه الحسابات في حال اندلاع حرب ستكون أحدهما سيضرب العاصمة بالأسلحة الثقيلة والآخر سوف يستعين القوات المتواجدة التعزيزات العسكرية قدام السريع هذه كما ذكرت أنت حقيقة ويؤكدها مسار التفاوض نفسه ومحاولة لم أطراف الأزمة قبل الانفجار ولكن رغم ذلك حدث الانفجار نعود إلى سؤال التدخلات نعم السؤال التدخل كل دولة تستشعر أنه هناك حد محدد في أي نزاع في دول الجوار يعني قد يدفع دولة محددة محاددة لهذه الدولة التي فيها النزاع إلى التدخل ولكن درجات التدخل تختلف قد يكون تدخل سياسي قد يكون تدخل عبر الخبراء وقد يكون التدخل عبر الخبراء أيضا واحد من المؤثرات على اعتبار أنه يمكن امداد المتحاربين بخبراء يمكن أن يؤثروا في مسار الأزمة وكذا الحقيقة أنه ما ذكرته من قبل وما أعيد التذكير به أن هذه الحرب إذا رأى أحد اطراب أن يعني مصالحه الاستراتيجية باتت مهددة لدرجة لا تحتمل قد يتم التدخل عسكريا هذا يشمل إيرتريا ويشمل مصر ويشمل إثبيا أيضا إلى حد ما وإن كانت إثبيا تعاني ما تعاني هذا الذي كنت أقول عليه أنه سينقل الحرب إلى مسار آخر الذي هو مسار لا يمكن السيطرة عليه أنه سيكون نزاع بين أطراف داخلية مدعومة بشكل مباشر أو أطراف أخرى تتحارب عن طريق ما يعرف بالحرب بالوكالة والحرب بالوكالة هي حرب معروفة في العلاغات الدولية يقوم فيها أطراف أقوية بدعم أطراف صغرى بالسلاح وبالعتاد وبكل الإمداد من عجل مواصلة حرب محدودة الحجم يعني بسموها أو ديسبيوت أو كونفلكت يعني أنه نزاع كثافة ليس إغليمية يعني ولكن محدود هنا يعني نرى أنه إريتريا يمكن أن يقول لها مبرر التدخل على لسان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أنه إريتريا لا يمكن لها سقوط في حال يعني خلينا نقول بالشكل الواضح أنه إذا إغوات الدعم السريع وصلت إلى مشارف كسلة فتوقع أنه الجيش الإريتري يكون طرف هذا النزاع في هذه الحالة ماذا يحدث الإثوبيين لن يقفوا مكتوفيا إريتريا أو إثوبيا يعني علاقتهم ليست يعني جيدة وفي هذه الحالة قد يكون هناك دعم إثوبي لأحد طرفيه النزاع من أجل أن تكون هناك حرب بالوكالة تماما كما كان يحدث في الصومال يعني في الصومال كانت هناك حرب بالوكالة بين إريتريا وإيثوبيا إريتريا كانت تدعم المحاكمة الإسلامية وهذه مفارقة عجيبة نعم وإيثوبيا كانت تدعم الجيش الصومالي وكانت هذه المواجهات يعني بين طرفين الصوماليين ولكن مدعومة من الخارج بشكل غير مستطر وكل طرف مجهز ومعد لهذا التدخل لذلك احتمال الحرب بالوكالة قائم أيضا وبالتالي هذا يطيل من أمد الحرب في السودان ومن اتساع شرارتها لأن تصل إلى أطراف بعيدة أو إلى أقاص الخارطة السودانية وإلى دول الجوار يعني الآن إذا وصلت لا قدر الله إلى هذه المراحل فماذا يحدث يحدث أن الأمر فلت عن السيطرة لأنه لم يعد في طرفي الصراع الآن على أن نحن نتحدث عن حرب يعني أطرافها الأساسيين هما الدعم السريع والجيش السوداني وهناك جهات دائمة لكل منهم لكن حال تدخل الأطراف يبقى هذا صراع خارج سيطرة الطرفين ويدعو أطراف أخرى غير أغليمية أيضا للتدخل يعني مثلا ما الذي يمنع ما الذي يمنع إيران ما الذي يمنع روسيا من الوقوف مع طرف ضد طرف آخر ماذا يمنع الولايات المتحدة أو مثلا دولة أخرى أوروبية مثلا من الوقوف إلى طرف ضد آخر نعم وهذا ما بدت تتكشف رهاصاته في المرحلة الأقيرة يقال أن الجيش السوداني يستخدم أو زود بأسلحة أو طيران طيرات مسيرة إيرانية هي التي ربما أدت إلى تثبيت موقف على الأقل لا نقول إلى تقدم أو تثبيت الموازين القوة مع الدعم السريع في المرحلة الحالية أستاذ فتح نعود إلى النقطة التي تجاوزناها فيما يتعلق بإنشاء المعسكرات التدريبية للقوات المجموعات المسلحة في السودان وهناك تخوف من بعد الإيرتريين حقيقة أو من بعد المكونات في دعم النظام الإيرتري لمجموعات شرق السودان التي تتلقى تدريباتها في الأراضي الإيرترية وكما تفضلت قبل قليل من ضمنهم مجموعات ألمين داود ومجموعات أيضا محمد طاهر عمر وإبراهيم دونيا وهذه مجموعات بجاوية بين قوسين يعني بجاوية ناطقة بالتجريت وبالبيداويت عطفا على الأحداث التي حصلت في شرق السودان إبان إرهيار نظام عمر البشير هناك تخوف من أن الدعم الإيرتري لهذه المجموعات ربما هو لإذكاء نار الصراعات القبلية في السودان مستقبلا سواء كانت انتهت هذه الحرب أم لم تنتهي لأن تكون له هناك مجموعات محسوبة عليك وعن طريق بعض هذه المجموعات يقضي على المجموعات الأخرى التي لا تتضامن أو لا تتفق مع مبادئه أو التي لها عداء دلوج تأريقي مع نظام الجبهة الشعبية أو نظام النظام الإيرتري حاليا وبالتالي ربما يزيد الدعم الإيرتري لمكون على حساب مكون آخر من هذه المكونات البيجاوية الموجودة أو التي اتلقى الدعم والتدريب في داخل الإيرتري وبالتالي يتتسع شرارة الحرب الأهلية في شرق السودان هناك مخاوف برأيك إلى أي مدى تكون هذه المخاوف يعني تلامسه أرض الواقع أو الحقيقة النزاع في سودان البعد القبلي البعد القومي العرقي دائما متواجد فيه سواء كان هذا في الغرب أو غيره أو في الجنوب الآن الشرق ليس استثناء الشرق منطقة متظلمة تاريخيا ومهمشة وفقيرة وموارد الدولة يعني لا تصلها يعني فخدمات الدولة الأساسية كالتعليم والصحة وكذا يعني يعيش مواطن الشرق حالة مزرية الاعتماد الأساسي لإيرتريا هو مخاطبة هذه التظلمات التاريخية يعني من الطرف ولذلك يعني يعطي هذا مسوق ليس فقط لإيرتريا بل للجهات التي تحصل على الدعم بأننا أصحاب حق وندعم أو نقف مع الشيطان إذا وقف معنا من أجل استرداد هذه الحقوق وهذه الحقوق يعني تاريخيا مهضومة ولأن الحق في استعادتها إذا كان وهذا ما يردد وما يشع إذا كان ابن غرب السودان حمل البندقية لاستعادة حقه وسبقه ابن الجنوب في انتزاع حقه عبر البندقية ما الذي يمنعنا أجل ابن الشرق أن يحمل البندقية نعم من أنه نحمل السلاح والبندقية من أجل هذه الاستعادة وفي هذه يرى السياسة فورقي ليس كصاحب مصلحة بل كداعم ثوري الآن يتغنى به كداعم ثوري ولكن في حقيقة الأمر أن السياسة فورقي له حسابات بعيدة المدى في هذا الشيء حتى هي كما ذكرت وتفضلت بذكري أنه يعني يستقطب قبائل على حساب قبائل ومجموعات وشخصيات على حساب شخصيات في شرق السودان نفسه يعني مثلا انفراط الأمن في السودان من أول مكاسبه بالنسبة لإيريتريا أن إيريتريا تستطيع أو استطاعت فعليا أنها ترسل قوات إلى داخل أو جواسيسة أو أمنها إلى داخل أي مدينة في السودان قبضة لأي من يشكل تهديد لأمنها سواء كان في الخرطوم أو في عدبر أو في شند أو حتى في كسلة هذه أصبحت في متناول لليد الآن يعني أنا أقول أن الإمكانية أصبحت متوفرة مع انفراط العمل وبعد المواطنين الإيريترييين الذين يعني اشتهروا بممارسة نشاط مناوي ومعارض للحكومة الإيريترية من السودان يجدون الآن أنفسهم في وضع يعني صعب جدا لا يحسدون عليه إذن لا يحسدون عليه تماما إذن هذه أولى أولى بوادر الاستفادة من هذا الإنفراط العمل الخطوة الثانية أن هناك مشكلة أخرى ترتبت عن هذه الحرب تعاني منها مصر وإيريتريا وربما كانت هي واحدة من النقاط التي ناقشها مثلا سياسة فورقي مع السيسي التي هي ظاهرة الهجرة هجرة السودانيين ونزوحهم بسبب الحرب مصر لديها تسعة ملايين مواطن سوري أو نازح سوري ويضاف إليهم الآن هذا العدد ويتركز هذا في المدن المصرية الكبيرة وتعديد والغاهرة هذا يجعل المخاطبة المشكلة السودانية حل ملح يعني لأن هذا عبارة عن تماث يومي ليس شيء متخيل أو متوقع حدوثه لا هذا ضغط يومي تعاني منه الهجرة والصح والصح بمعنى ليس ضغط على المجلس العسكري في السودان ولا على الدعم السريع أيضا ولكن على الجهات التي بإمكانها أن تضغط على هذين المتصارعين كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا بإعتبار أنه موقف مصر موقف حصاص إذا ندرناك أذلك بالنظر إلى القضية الفلسطينية والمخاضة العصيرة التي تمر به والأزمة الأمنية التي يمكن أن تندلع بسبب هذا الملف وإنفراط الأمن في مصر مما يؤدي إلى عدم يعني تمكن مصر من كباح الجانب الأمني وبالتالي عدم قدرتها على حفاظ الأمن في المنطقة وتأثيره على الأمن الإسرائيلي بين قوصيا كما لأنه مصر لا تدعم ولا يعني يهتم بها إلا لأنها تعتبر البوابة الرئيسية لحماية الأمن الإسرائيلي في المنطقة باعتبار أنها يعني تبقي على استثباب الأمن في مصر وعلى ضبط عقاعة المنظومة الأمنية فإنفراط المنظومة الأمنية مثلا في مصر ربما يؤدي إلى أن يلقي بضلاله على الأمن في الشرق الأوسط أو في ما يتعلق بأمن إسرائيل لأنه إذا كان لم تستطيع مصر أن تضبط أمنها وفلتت الأمور عن السيطرة فبالتالي ممكن تقول مصر نحن يعني يصعب علينا ضبط الأمن وبالتالي عليكم أن توقفوا هذا العبث أو هذه الحرب بأين كانت الثمن أو أين كانت الوسيلة حتى نستطيع الحفاظ على أمن المنطقة فهل هذا يعني يكون عامل ضغط ومؤثر بالنسبة لمصر بالنسبة لأسياس لا أعتقد لكن بالنسبة لمصر على أنها تضغط على الجهات الفاعلة كالولايات المتحدة لأن تلعب دور كبير في الضغط على طرفي الصراع لنأخذ المقولة الشعبية أنه اللي يدف المية ومش زي اللي يدف النار تأثر القابون أو ساحل العاج بما يحدث في السودان أو جنوب أفريقيا تماما ليس هو كمصر أو كتشاد أو كإيريتريا أو كيتوبيا دول أو ك جمهورية أفريقيا الوسطى أو جنوب السودان هذه الدول تتأثر مباشرة بالنزار هذا التأثير المباشر يجعل الأزمة السودانية في مقدمة المعالجات الأمنية الآن يعني صانع السياسة المصري في صراحة في وضع لا يحسد عليه صانع الاستراتيجية الأمنية المصرية في وضع مثير للقلق يعني مثير للعصاب يعني لو كنت أنا من ضمن الاستراتيجيين المخططين في حماية الأمن المصري سأكون تعدق نفسي وعصبي رهيب أولا الأزمة في غزة الحرب التي يعني القتل المجاني الذي يدور هناك واحتمال العملية العسكرية في جنوب غزة في رفح أن تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين وهذا ما في أي عامل للحد منه يعني ليس هناك خيار إلا الدخول إلى مصر إذا قامت هذه العملية العسكرية هناك أيضا الأزمة التي تكاد تخرج عن السيطرة في السودان إضافة إلى الهموم المتعلقة بسد النهضة إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الداخلية وضغط الهجرة يعني هذا الضغط أمني غير مسبوق بالنسبة لصانع السياسة الأمنية المصرية هذا الضغط لو أخذنا الغاهر النموذج له باعتبار أنها دولة ذات مؤسسات وذات جيش قوي لا تقارن بإيريتريا يدعها وحتى لديها جهاز دبلوماسي ذو كفاعة عالية يعني يستطيع صانع السياسة المصري السياسة الأمنية المصرية الاستفادة من القدرات الدبلوماسية لبلاده والقدرات الاستراتيجية المتوفرة للجيش وهناك أيضا العلاقات الدولية لمصر مع كل أطراف نزاح يعني يقال في التغرير الذي أشرت إليه في مقدمة حديثي التغرير الاستراتيجي حول منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي عندما حدى من عدم قيام مصر بالتدخل المباشر في الأزمة في السودان وعلاقاتها من العمارات العربية التي يعني تقف إلى جانب أحد طرفي النزاع يعني أو بالتحديد الدعم السريع يعني حسب ما يقال هذا الأمر ذكرته التقارير الدولية يعني فيها الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات بتدعم قالت حسب تقاريرها قالت أن دولة الإمارات ثبت دعمها للدعم السريع نعم يعني هذا قد لا يحتاج إلى مجهود خارق يعني الاكتشاف لأنه فعلا مارات لها مصلحة محددة في أن تدعم الدعم السريع ويعني قد يكون كما ذكرت في المرات أنه أطراف الدعم لأطراف النزاع لا تصرح لدعمها لطرف دون آخر ولكن المعشرات موجودة إذن هذا يعيدنا إلى سؤالك الأول إذا كان الولايات المتحدة تستطيع أن تضع يعني أو تمارس دغوط على ليس فقط الطرفية السريع بل الأطراف الدائم نبر العواصم التي ذكرتها هنا يتضح أنه إذا كان هذا النزاع يشكل يعني ضرب لعصب حيوي في الحالة هذه يجب يعني الوصول إلى استخدام القوة قوة الضغط الناعمة من أجل إجبار ليس فقط طرفية السريع بل حتى الأطراف الدائمة لأن تعيد النظر في استمرارية هذا النزاع وأعتقد عندما ربطت أنت هذا بمشكلة الشرق العوسط بما يدور بالتحديد العمن المصري وإسرائيل وكذا الآن طبعا المسألة مترابطة مترابطة إريتريا يعني لها خصوصية أنها ليست دولة مؤتمدة على المساعدات الغربية بشكل كبير وهي دولة في عزلة ولا مانع لديها أن تستمر هذه العزلة لسنوات ولا حاجة لها في أن يكون يعني يعني ما يمتل أن ذلك يضمن استمرار النظام في بقاء النظام نعم مدام هذا الرجل يطر على سدة السلطة وليس هناك مهدد يعني باقتلاعه من السلطة كل الأختار تتعامل كأختار ثانوية يمكن السيطرة عليها أو التأثير عليها لكن المصر يعني مصالحها في السودان أكثر تشابكا أكثر تشابكا لأنها مرتبطة بالمياه وهذا أمر يعني حيوي لا يمكن التفريط فيه ومرتبطة أيضا بالعلاقات الهجرة ورؤية السوداني نفسه لما يجب أن يكون عليه الدور المصري سواء كان عذرا للمقاطعة وبالتالي جاءت حركات مصر الأخيرة في الاتفاق الذي وقع بين أقليم أرض السومال وأثيوبيا بشكل قوي وملفت للنظر وأنها ربما تبنت الموقف بقوة أكثر من السومال في الحفاظ على وحدة السومال ورفضها للاتفاقية كل هذه تندري دمن هذه المساعي التي تحدق أو المخاطر التي تحدق بمصر أكيد أكيد لأنه يعني ربما نظرت مصر لمحاول الاتفاقية للتوقل في السومال وكسب موضع رجل أنه التفاف يعني التفاف من الجنوب يعني فيها يعني مصر من المشاكل أن تكون عندها بؤر جديدة لذلك كانت يعني حتى استخدمت الجامعة العربية كأدامة يعني وهي كانت ليست مؤثرة بشكل كبير ولكن نقلت المشكلة من حيز غليمي إلى حيز قومي أنها يعني دولة عضو في جامعة الدول العربية تتعرض لهذا النوع من التحديد فهذا يعني لا يمكن الشقوط عليه وكذا وبالتالي جاء بيان جامعة الدول العربية أكثر قوة من بيان ربما وزارة الخارجية المصرية بالتأكيد طبعا باعتبار عنه يعني هذه دولة عضو وكذا ولكن في الأخير يعني يعني الخيوط كيف تتدخل أنت أدر بها ستفتح في قواتيم هذا اللقاء برأيك ما المصير القاتم أو إلى أين تتجه الأزمة السودانية مع نهاية العام الأول لهذا الحرب الذي نتمنى أن يكون نهاية الحرب هناك قدرات خارقة لدى المجتمع الدولي في حال الرغبة يعني في حال ما توفر الإرادة السياسية يعني بالمناسبة هناك حروب دارت وكان من المتوقع أن تدور وتستمر لفترة طويلة ولكن تنتهي فجأة لدرجة تفاجئ المتابعين ولا يدري المواطنون والمتابعون لوسائل الإعلام ماذا حدث يعني ما الذي أنهى هذه الحرب يعني جبل الجليد نرى منه جزء بسيط ولكن إذا توفرت رغبة دولية وإجماع على أن هذه الحرب يمكن أن يكون لها تداعيات لا تخدم أي طرف لأنه يعني من أشعل هذه الحرب كان يرى أنه في فائدة من إشعالها ومن يريد ويواصل إشعالها الآن يرى أنه استمرارها يضمن له فوائد محددة وهناك من له رغبة حقيقية في استمرار هذه الحرب في السودان الآن وليس خارج السودان داخل السودان هناك جهة لديها رغبة في استمرار هذه الحرب هل يمكن توضيح أكثر سيد فتحي هل يمكن توضيح أكثر لهذه النقطة هذه النقطة يمكن التوضيح بالخاسرين يعني من هم الخاسرين من الثورة السودانية التي كانت موجودة خسروا ولهم مصلحة في أن لا يكون مثلا يعني وهذه معضلة ممارسة السياسة في السودان يعني أو أنا أحفر على كل شيء أو خليها تخرب ولا أنا ولا أنت وهذا يبدو أنه سلوك سياسي يعني الآن يتجلى في السودان بشكل يعني بدل ما تحكم أنت أحسن تخرب تمام وهذا ما يحدث الآن إذن دعونا ننظر إلى أن الأطراف التي تظن أن لها مصلحة في استمرار هذه الحرب سر هذا الفهم وتصل إلى قناعة أنه لا يمكن ولكن هناك أزمة أخرى لو سألتني ما هو تصورك لما يجب أن يكون سياسيا لهذه المسألة أنا لا أعرف لا أعرف لأن الجسور التي كانت والقناطر التي كانت يمكن أن يقف منها كل طرف ويمد يده للطرف الآخر نصفت من ضمنها ثقة التعايش بين الأطراف الدم بينهما ما صنع الحداد كما يقال الدم الذي سال بين الطرفين يجعل التغاضي عن بعض الأشياء صعب والحرب الكراهية أيضا هذا واحد يعني الآن الحرب في السودان تحولت إلى حرب كراهية زاد طابع يعني عرقي وقبلي وهذا يعقد مساحات التلاقي حتى بين الأطراف لماذا؟ لأنه محاولة تجيش الشعب ويشراكه في الحرب لا يقوم إلا على أساس أنه هناك عنصر كراهية كبير يجب أن يكون موجود وهذا لا يخدم أي عملية مستقبلية من أجل التعارش قد ينتهي الحرب قد تنتهي الحرب عفوا وتضع وزارها كما يقال وكل واحد يضع الكلاش حقه في مخزن ولكن ما في النفوس يعتمل ويظل سبب وأيضا خميرة لمواجهات مقبلة لما كان شكلها لذلك تصور السياسي الحل السياسي نفسه أصبح معقد الآن حكومة مشتركة هل يمكن التصور حكومة مشتركة كما كانت موجودة مثلا بين الجيش والدعم السريع من جهة والمدنيين من جهة أخرى لا يمكن تصور ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين القوة المدنية من هذا الصراع أو ما هو دور القوة المدنية في المرحلة القادمة أو في إنهاء هذا الصراع يعني هناك يلاحظ غياب تام للقوة المدنية بشتى طيافها المختلفة أولا هناك نقطة مهمة حول أعضاع القوة المدنية في السودان يجب عدم غد النظر عنها التي هي الطبيعة هذه القوة عندما قامت الثورة وتم إسقاط نظام البشير وضعت القوة المدنية إزاء الجيش أو مقابل الجيش وأصبح الجيش كما كان في تاريخه يدعي الانضباط والالتزام والوحدة وكذا مقابل قوة مدنية مفتتة هنا يجب التنبه لشيء مهم جدا يا جماعة طبيعة القوة المدنية دوما في العالم إنها مشتتة وليست موحدة يعني ما تتوقع أنهم يرتدوا ملابس واحدة ومقاسات واحدة واحدة عسكرية واحدة ويخضع ويخضع الإسلام لا إذن لا تكون هذه قوة مدنية القوة المدنية هي التي تضم الإسلاميين بأطيافهم التي تضم البعاثيين التي تضم الشعوعين التي تضم الليبرالين يعني كيف تطلب من هذه القوة أن تكون واحدة كالجيش والجيش يحاول يبتز المدنيين بأنه يقول أنت غير موحدين طبعا لأنهم هما ليسوا جيش والمفروض لا يكونوا كالجيش أصلا وإلا إذا كانوا كالجيش ما فائدة يعني هؤلاء حيصبحوا ميليشيا إذن يجب الإقرار بتنوع أولا وتعدد القوى المدنية أول شيء ويجب النظر إليه كشيء طبيعي وواجب وإلا إذا كانت كلها قوة موحدة معناها ما أصبحت قوة مدنية واحد اثنين هذا لا يمنع هذه الاختلالات هي الهاملية السياسية التي تفترض وجود برنامج حد أدنى بين القوى المدنية نفسها لماذا القوى المدنية الآن قائبة عن المسرح السياسي السوداني لأنه أصبح مسرح عبثي من يملك فيه السلاح هو الذي يعني يعلو صوته إذن هذا ليس وضع طبيعي فمن الطبيعة أنتقب من هو القوى الطبيعية اللي هي القوى المدنية القوى المدنية ولكن لا ترى سيتفتح أن هذه القوى المدنية هي ذاتها التي لعبت دورا كبيرا في هذا المسرح العبثي بحيث أنها وظفت يعني اختلافاتها الطبيعية التي كما ذكرت أنه أمر طبيعي في أي قوى مدنية أن لا تتفق وأن تكون على آراء مختلفة أو متباينة لأن بجمع هذه الآراء المتباينة أو المختلفة تستطيع أن تخرج برؤية تخدم الدولة أو المجتمع لكن ما يلاحظ في القوى المدنية السودانية أنها استغلت هذا الاختلاف فيما بينها ليكون تركيز الصراع في تأجيج نار القلاب فيما بينها وفي الانتصار لكل مجموعة لنفسها على حساب الآخر وليس الانتصار للقضية أو للمجتمع السوداني إن صح التعبير يجب الإغرار بأن هذا حقيقي يعني القوى المدنية تتحمل جزء كبير ما وصلت إليه العزمة الآن من يقول أن القوى المدنية هي بريئة كالحملة البريئة العبيض الوديع لا القوى المدنية بخلافاتها بعدم قدرة خلق برنامج سياسي بالاختراق الذي تم وسطها بالولاة المنقسمة أيضا كل هذه عوامل أسحمت في ضعاف دورة ولا زالت تسهم في ضعاف دورة إذن هي ليست بريئة مما يجري داخل السودان ولكن درجة البراءة والإثم يجب تحديدها بعنصر أساسي هل أسالت هذه ليس مجازا هل أسالت هذه القوى الدم في السودان إذن لم تصل حتى في سوءها إلى هذه الدرجة التي استباح فيها البعض سواء كان دعم سريعة أو جيش الدماء في هذه النقطة سيد فتح ربما بعض يرى أن هذه قوة أو جزء منها كان سببا في تأجيج هذا الصراع لأن يتصرف مكون معين من المكونين العسكريين في المبادرة في إراقة الدماء في السودان الاتهامات هذه يجب أن تكون مثلا يعني يجب أن يكون عندك فهم واضح أنه هنا من يقف أمام يقف مع هذا الطرف ضد هذا الطرف ويؤجج ويدفع إلى قطة الطرف الآخر وهذا موجود لا ينكر هناك اطراف مدنية الآن تؤجج وحاول أيضا أن الحرب هذه لا تنتهي بالحل السم بل تنتهي عن طريقة السلاح والنار يعني أو القضاء للآخر تماما ومن يؤجج هذه يعني هم أطراف مدنية في الأساس لا أقول أنه ليس موجود هناك من يعني من المدنيين من يعمل على استدامة هذا الصراع لأنه يرى أنه القضاء على الطرف الآخر سيؤمن له وصول آمن ومريح لأن الخصم تم القضاء عليه وهذا واحد من تجليات وعصب الأزمة يعني هذا جذر الأزمة أساسا أنك يعني تستعين بالطرف الآخر المسلح وتستعديه على الطرف الآخر بحيث يتم القضاء على خصم لك ويؤمن لك وصول آمن للسلطة وهذا لا ينفع يعني هذا لا أنقره موجود ويمكن تتبعه وكذا لكن لكن يعني الأساس يعني الذي يعني كما يقال في عامل الفتنة أو كما هذا يعني على كل أريد أن أشير إلى أنه من يحمل السلاح ويقتل به ليس كمن يعني يحرد يعني بنا يعني لكن في الأخير يعني الجريمة يعني قد تكون الفتنة أشد من القتل يعني هذا يعني وتكون اكتملت أركان الجريمة بها نعم يعني هذا شيء معروف يعني لكن في حقيقة الأمر يعني أتفق معك أن هذه القوى المدنية تمام يعني تتحمل مسؤولية كبيرة فيما وصل إليه الأمر اليوم في السودان ولكن هذه القوى أيضا مجرد من أدوات الاستماع إليها حتى القوى الخيرة ضمن هذه الحاذبة على مسلحة السودان لا يسمع صوتها لماذا لأن عادة يعني عندما يعلو صوت البنادق يخفض صوت العقل يعني اليوم لا تجد يعني في الحروب ليس في السودان فقط حتى في إيرتريا الحرب التي دارت مؤخرا لم يكن هناك صوت للعقل يعني أقتلوهم أبيدوهم لا تتركوهم وهؤلاء أبيدوا ذرياتهم لأجيال بعد أجيال حتى لا يكون هناك قطر سواء كان هذا من قبل بعض الإيرتريين ضد أداهم أو من عداء الإيرتريين ضد الإيرتريين نفسهم يعني إذن هذه طبيعة المواجهات المسلحة أنها لا تترك يعني صوت العقل يظهر وإن كان هذا يعني يعني يجعل القوى المدنية مطالبة أكثر من القوى العسكرية بأنها هي يجب أن تكون لها رؤية واضحة وخطوط لتقابل والتماسك أمام هذا الوضع العبثي جميل أستاذ فتح في خوارتي مع هذا اللقاء برأيك كيف ترى المخرج من الأزمة السودانية حاليا سؤال شوية ربما يكون واسع ومترام الأطراف لكن في إيجاز لما قال عادي الإمام أنا لو أعرف أقول على طول والله يعني يعني صعب يعني أن نكون في مخرج لكن هذا المخرج يعني يمكن تلمس يعني ظلال يعني على الأقل أولا يجب أن يكون هناك قناعة أن هذه الحرب لن يكون فيها قاسر إلا شعب السودان يعني لو أخذنا مقولة أن والله هناك من يريد للسودان أن يتفتت تمام هذه الإرادة هل تتجسد على شكل دعم لأحد أطراف النزاع أو مثلا دعم أو أنها يعني تصبح تخطيط استراتيجي شرير عالمي من أجل أن يتفت السودان إذا كان هذا موجود ولا يستبعد طبعا لماذا لا يكون هناك محاولة للحد منه يعني إدراكه يعني إدراك أن هذه الحرب يعني ستترك السودان يعني سينتهي السودان بما هو معروف هذا يجب أن يكون إدراك ليس لدى المواطن العادي لأن المواطن العادي مكتوب بالنار ويعرف أن هذه حقيقة لكن من يملك سلاحه بالتالي ما لا يدرك كله لا يترك جله نعم إذن هؤلاء القائمين على أمر السودان يجب أن لا يوصلوا بهذه المرحلة ومن ضمن المعاشرات عدم ييصال هذه الحرب إلى حرب أهلية واحد عدم ييصالها إلى حرب أن تدخل فيها أطراف تدخل مباشر وعدم تحويلها إلى حرب بالوكالة لأطراف مسالح أخرى إذن في الأخير عدم تحقق أي من هذه الأشياء ويدراك أنه يعني أنه الحل السياسي هو الحل الأخير بالمناسبة يعني الحلول السياسية أكثر صعوبة من الحلول العسكرية البعض يتصور أنه الغنابل والمدافع وكذا يعني يعني صعبة بالحلول السياسية بالعكس ليس هناك أسهل من استخدام السلاح يعني جدا يعني ممكن إسقاط غنابل على مدنيين يمكن استخدام بزايف يمكن استخدام مسدسات أسلحة خفيفة ولكن أصعب من هذا هو قدرة الناس على الجلوس والتحاول هذا أصعب لذلك يقال أنه قد تحتاج الحرب إلى شجاعة ولكن السلام يحتاج إلى شجاعة أكبر من الحرب وهذا ما هو المطلوب اليوم من كل الأطراف يعني والشجاعة هذه لا يمكن أن تكون موجودة ما لم يكن هناك تصور عقلي كامل لما يجب أن يكون عليه السودان يعني لما يجب أن يتقاسم السودانيون الآن تقاسم السودانيون كلهم المرض والهم والموت لماذا يحرموا من تقاسم الخيرات الحياة يعني لماذا ليه يعني ما هو المسوق الذي يعتمد أي طرف في حرمان الشعب السوداني سواء كان هذا الطرف داخلي أو خارجي من أن يعني يتمتع بما قسم الله له يعني وبالتالي العودة إلى منطقة العقل والنظر إلى المصلحة السودانية بشكل أكمل وأفضل بعيدا عن المصالح الذاتية أو المصالح الضيقة حتى يعم السلام ربع السودان كله أستاذ فتحي أنا أشكرك في قواتيم هذا اللقاء على استجابتك لنا أولا وعلى هذه الإفادات التي تكرمت بها والإضاءات الجميلة حقيقة أنا كنت مستمتع بهذا اللقاء معك وأرجو أن تكون لنا لقاءات أخرى في الشأن المنطقة بصفة عامة سواء كان شأن إيريتريا أو سودانيا أو إقليميا وشكرا جزيلا لك هل من كلمة أخيرة تود أن تقولها والله أنا سعيد يعني سعيد أولا باستضافتي في إذاعة إيرانا إذاعة التي عملت فيها من قبل وأحب أن أرى هذا الجهد يصل إلى الكل نقطة أخيرة أحب أن أقولها وهي نقطة يمكن في كثير من الأحيان البعض يعني في في الدفاسيبة الحاصلة بتروح في الرجلين زي ما أقول في سودان اللي هي نقطة ما يقدمه هو الإيريتريون من عجلة السودان ليس كحكومة بل كحكومة وكشعب نعم اليوم الإيريتريون يعني الحمد لله سواء كان حكومة مع أنه أنا وعارض هذه الحكومة واقف ضدها لكن موقفها تجاه الشعب السوداني حق يقال أنها يعني وقفت بقدر المستطاع وقفة يعني مشرفة تمثل الإيريتريون يعني بسياسة فورقي رغم شروره وسيئاته وسيئاته وسجونه وعذابه وتعذيبه للإيريتريين وكذا يعني وقف وقفة المسؤول والذي يحس بالجميل السوداني تجاه هذا الشعب لأنه يعني لم ينكر أن إيريتريين يعني حملهم السودانيين على ظهورهم في يوم من الأيام وتقاسموا معهم لقمة العيش وحمهم وكذا وهذا وهذا ليس جميل من الشعب الإيريتري بل هو جزء بسيط من رد الجميل لهذا الشعب يعني هناك قصيدة بلغة التجرينية إذا استمعت لها كانت تتبكى يعني هذه القصيدة على ما حدث في قرطن لا تتبهى أحد الشباب الإيريتريين بالتجرينية وعاش في السودان وحكى فيها عن درمان وعن الجريف وعن الديوم وكذا هي المناطق التي عاش فيها حتى يعني ذكر الوجبات التي كانت ناولها في السودان وأنه يعني كيف يعني السودانين يعني أضاعوا بلادهم بهذه الصورة يعني يعني يتحسر هذا الشعور الوطني الصادق ليس بعيدا عن التنميقات اللغوية وأواصر الصدار هذا خليه على جنب حقيقة الأمر أنه يعني الشعب السوداني لا يستحق ما يحدث إليه ما يحدث له يعني وكون الشعب الإيريتري حكومة وشعب يقف إلى جانبه هذا جزء من رد دين ويعني السودانين يجب أن لا ينظروا إليه بأي حرج ولا فضل ولا شيء بالعكس يعني هذا رد دين يعني سالف ومستحق تجاهنا ولذلك يعني أنا يعني بعض الناس يعني في إساءاتهم لإسياسة فورقي وكذا وكذا قلت لهم الله الرجل هذا يعني رغم مساويه الكثير أن له محمدة يعني هذه المحمدة أنه رفض أن يكون السودانيين في معسكرات ويعطوا الأقل على شكل ووجبات وكذا وأن يترك لهم الحرية التحرق في إيرتريا وأن تتاح لهم يعني المقدرات العامة للحكومة نعم وهو ما أشهد به بعد الأخوة السودانيون عندما زائف الموجودين في إيرتريا والذين خرجوا عن طريق إيرتريا أن إيرتريا استقبلتهم بصدر الرحب وأنهم وجدوا المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة والضيافة الكريمة وطبعا هذه ليست محمدة فقط وإنما جزء كما تفضلتها سيد فتحي من الديور التي تعالى التي تطوق أعناق الشعب الإيرتري تجاه الشعب السوداني الذي تحملنا وتحمل ثورتنا ثلاثين سنة قبل الاستقلال وأيضا ما بعد الاستقلال وما زال يتحمل وكان يتحمل إلى أن جاءت هذه الحرب فهذا أقل ما يمكن أن يقدمه الشعب الإيرتري للشعب السوداني ونحن نقاسم والآلام والمؤاسب ما حصل ونتمنى أن تزول وتكشف هذه الغمة عن الشعب السوداني الشقيق وأن نرى سودانا مستقرا وعامرا ويعني يتمتع بالرفاهية والاستقرار أفضل مما كان من قبل أستاذ فتحي الوقت قد داهمنا وأنا في نهاية هذا اللقاء أجدد شكري لك مرة أخرى على أمل أن نلتقيك في مراحل قادمة وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر